موسيقى نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين موسيقى دعوات في العراق إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن السلاح والعنف للخروج من الأزمة وتحذيرات من مخاطر كبيرة كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة الأسير عوودي يؤكد أنه سيقف ضد الاعتقال الإداري حتى لو ذهبت الروح والأسر يقررون إغلاق جميع الأقسام اليوم والإضراب عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارة السجون الإسرائيلية موسيقى الادعاء العسكري في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة يصدر أمرا بالقبض على بشاغة على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة موسيقى بوتين يطلق جدول أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا ويجدد تأكيد أن النظام العالمي الوحادي القطب سيستبدل موسيقى أهلا بكم أفاد مراسل الميادين بسماع دوي انفجارات في منطقة أو محيط المنطقة الخضراء في بغداد وتجدد إطلاق النار داخلها جاء ذلك بعد أن اقتحم أنصار الصدر المقر والمباني الرسمية في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات إثر قرار اعتزاله العمل السياسي الصدر أعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح محمد الفهد على إثر إعلانه اعتزال العمل السياسي أنصار زعيم التيار الصدري يساعدون احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء الحكومية ويقتحمون عدد من المؤسسات والمقار الرسمية تطورات استدعت دعوات للتهدئة وضبط النفس وإجراء حوار وطني يجنب البلاد أزمة خطيرة ومعقدة القوات المشتركة العراقية وعلى إثر تصعيد الصدريين نشرت قطعاتها العسكرية في المنطقة الخضراء ومحيطها وأعلنت حضرة تجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات وإلى إشعار آخر فيما تجري اتصالات بين القوى السياسية لاحتواء الموقف ويترقب العراقيون بحذر تطورات المشهد السياسي المتسارعة ولا سيما ما بعد اعتزال الصدر العمل السياسي واتساع رقعة التظاهرات وتمددها مشهد جديد يتزامن مع طرح مبادرات خاصة لحل الأزمة وتجنيب البلاد أي تحول قد يهدد السلم الأهلي هي مرحلة جديدة تدخلها البلاد بعد إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال العمل السياسي مرحلة قد تشهد مزيدا من التعقيد في ظل غموض المشهد وغياب الحلول لأزمة مستمرة منذ عشرة أشهر محمد الفهد بغداد الميادين الأزمة العراقية إلى مزيدا من التعقيد بعد أحداث اليوم ودعوات التهدية والعودة إلى الحوار لم تفلح وتحذيرا من خطورة الوضع وتركه من دون تدخل من العقلاء والمؤثرين لدرء الفوضى وإراقة الدماء عبدالله بدران اعتزل الصدر نهائيا أو هكذا يتضح من تغريدته في موقفه الأخير كثيرون فسروا موقف زعيم التيار الصدري انسحابا وتركا للساحة بشكل تاني لكن واقع الحال العراقي حمال أوجه تحرك أنصار التيار الصدري اقتحموا القصر الحكومي لم يتوقفوا عند بغداد تمددوا في عدد من حافظات الوسط والجنوب عشرة أشهر مضت على الانتخابات المبكرة عشرة أشهر من كباش سياسي لم يتوقف ولم تنجح معه أي تهدئة ولا أي دعوات للحوار لم تكن لعبة السياسة في العراق المرتكزة على قاعدة التحاصص والتوافق التي أسس لها الغزو الأمريكي وباتت تلعنها جميع الأحزاب والكتل وعزا لها الجميع حيثيات المشهد الذي يزداد ترديا وتراجعا مرمزة الملامح مطلسمة الاهداف ولكن مغريات السلطة فيها والكسب من ورائها نجحا في اشتذاب اللاعنين للانغماس حتى درك كبير من دون أن تلتفت بصيرة السياسي الذي يسحب خلفه جمهورا من مريديه حجم الاستثمار الذي يراكمه رعاة مشروع المحاصصة من الأمريكيين وحلفائهم من جراء تراكم الفساد وانهيار البنى التحتية الصياغات الارتجالية والفرض الطارئ لخطط التغيير بسلخ واقع المشاركة الأصيلة في لعبة السياسة تفضي إلى الانسداد عندها يبقى الملاذ الأخير قلب الطاولة والكفر بقواعد اللعبة وإثر تطورات اليوم في العاصمة بغداد وفي المنطقة الخضراء منها فإن الاعتصامات والاعتصامات المضادة التي تطال المؤسسات الدستورية بجوار السفارة الأمريكية هي خطة إقصاء ذاتي يتولى فيها أحد الأطراف التخلص من نظيره على أن يتم التخلص من الطرف الآخر تالية في سياق ترتيب جديد للأوضاع في المنطقة عبدالله بدران بغداد الميادين معنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبدالله بدران عبدالله مساء الخير الأوضاع على الأرض الآن هل هناك أي خرق لحظر التجول أو أي أحداث استثنائية حصلت خلال الساعة الماضية طبعا أيهم منذ دقائق هدأ الوضع نسبيا ما تظهره الآن عين الميادين هو المنطقة الخضراء وكانت الاشتباكات على أشدها استخدمت فيها الأسلحة واضح من أصواتها أسلحة متوسطة وثقيلة وقذائف أر بي جي وكذلك سمعنا سقوط لقذائف المورتر في المنطقة الخضراء ووفق التقديرات هي في محيط معسكر الشرف طبعا كان هناك اشتباكات تشتد وتهدأ قبل دقائق من الآن هدأت نسبيا عدد من الضحايا سقطوا جراء هذه المواجهات التي اندلعت تقريبا وتصاعدت بعد الساعة السادسة أو الخامسة من مساء يوم أمس عصر يوم أمس وحتى قبل قليل هناك انتشار أمني هناك انذار لكن هذا في وسط العاصمة العراقية بغداد في عدد من أطرافها هناك مقرات حزبية تم إحراقها في البلديات جنوب شرق العاصمة بغداد أحرق مقر لحركة عصائب أهل الحق كذلك في محافظة ميسان هناك إطلاق نار وكثافة نار شهدتها منطقة البراضعية في البصرة في جنوب العراق القوات الأمنية العراقية التي استقدمت تعزيزات إلى الفرق الخاصة في المنطقة الخضراء كانت قد استخدمت السلاح ما استدعى تدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتذكير بضوابط التعامل مع المتظاهرين لكن يبدو أن الأمور بالفعل قد تفلتت وانخرط طرفان في استخدام السلاح هم عناصر من سرايا السلام وقوات الفرق الخاصة المسؤولة عن المنطقة الخضراء والتعزيزات التي استقدمت لهذه القوات طبعا هدأت ليس أكيدا أن كانت الاتصالات التي أجريت أو النداءات التي أعلن عنها سواء رئيس تحالف فتح الأمين العام لمنظمة بدرهاد العامري أو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أو رئيس القليم كردستان العراق نتيربان بارزاني أو رئيس الجمهورية أو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الذي أصدر أكثر من موقف ومن بيان وأكثر من تحرك كان له أو حتى ما أعلنه رئيس الكتلة الصدرية حسن الإعداري من أضراب عن الطعام بدأ به زعيم تيار الصدرية السيد مقتد الصدر حتى يتوقف المشهد برمته بالتأكيد طبعا هناك اتصالات سياسية مستمرة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أكثر من مرة وجه نداءا بضرورة الركون للهدوء ووقف هذا الاشتباك طبعا مواقف صدرت تأكد أن هناك إخلاء لبعثة دبلوماسية أوروبية أخلي عناصرها لم يتأكد حتى الآن هوية من لكن تم إخلاء الدبلوماسيين إلى مقر السفارة الألمانية في العاصمة العراقية بغداد طبعا سمعنا دوي سافرات السفارة الأمريكية في قلب المنطقة الخضراء لكن لم يتأكد أن استهدافا طالها إنما كانت قذائف المورتر قد سقطت في معسكر الشرف وهو معسكر عراقي والقذائف المحمولة على الكتف الار بي جي كانت قد استخدمت خلال هذا الاشتباك هو طبعا برغم من سقطه من ضحايا ليس اشتباكا مباشرا طبعا إنما هو كإثبات ذات الأمن العراقي يريد أن ينجز المهمة بالسيطرة على الوضع وعناصر سراية السلام أو أنصار التيار الصدري يريدون إثبات الوجود وما حصل يعتبر في قاموسهم محاولة لتثبيت انتكاسة في تاريخهم وهذا ما لا يسمحون به الآن الأمين العام لحركة أن الشيخ أكرم الكعبي يقول مستذكرا قول للنبي محمد صلى الله عليه وآله أن دماءكم وأموالكم وعراضكم بينكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا طبعا هذا بالإضافة لموقف سابق للإطار التنسيقي والذي دعا فيه إلى التهدئة ورفض ما وصلت إليه الأحوال في المنطقة الخضراء قيادات وزعامات سياسية مثل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وتحالف السيادة وقيادات مهمة وفاعلة ومؤثرة كانت دعت إلى عدم الانجرار إلى ما تعيشه الآن المنطقة الخضراء يبدو أن هدوءا طبعا هو هدوء بنسبة كبيرة هدوء شبه تام يمكن القول ليس كما شهدته المنطقة قبل قليل من اشتباكات وحدة فيها سبب ذلك ربما الاتصالات التي تجري الاتصالات السياسية التي تجري قد تكون بدأت تعطي أكلها لأن المشهد كان قبل قليل عمليا هو مواجهة جبهة في داخل المنطقة الخضراء نعم دور الأجهزة الأمنية دور الجيش العراقي وبلا شك تحدثت أن هناك اتصالات ودعوات لمنع التفلت كما ذكرت عبدالله هناك دعوات ولكن هل هناك أي تحركات دعنا نقول جدية لاجتماعات ربما رسمية لدرء الفتنة عن العراق وقد شهدنا نفخا في النار لإغراق العراق في الفوضى في قلال الساعات الماضية طبعا يمكن أن نرصد على سبيل المثال قبل ذلك أيهم جسر الجمهورية نعم الذي يمكن أن نرصده هناك حركة للقوات المسلحة هناك حركة للأطقب الطبية أعداد الإصابات قد تكون وصلت إلى يعني يمكن قياز ذلك أيهم أن الوضع حساس لدرجة أن لا منقف رسميا حتى الآن من الصحة العراقية أو من أي مسؤول طبي رسمي حول حصيلة من سقطه من ضحايا أو مصابين لكن بعض المصادر الطبية تفيد أن عدد المصابين يتجاوز 200 جريح جراء هذه الاشتباكات وأن عدد من سقطه من ضحايا جراء هذه المواجهة يتجاوز 9 وقد يزيد العدد ذلك أن لا مصدر طبيا حتى هذه اللحظة يمكن أن يجزم طبعا هذا دليل عن الموضوع حساس لدرجة أنه طغى على كل تفاعل رسمي معه بالنسبة للاتصالات السياسية نعم هناك نداءات وجهت رئيس تحالف الفتح هادي العامري قادة الإطار التنسيقي أجروا عدة اتصالات بقوى سياسية فاعلة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني طبعا كان قد تحدث يعني نرصد من بعيد إطلاق نار إطلاق نار هذا هو من محيط من محيط الخارجية العراقية نعم مبنى وزارة الخارجية العراقية لكنه متقطع نعم الصورة واضحة وهو هدوء نسبي أيهم نعم أيهم هو هدوء نسبي خيم على الأجواء ربما بفعل الدعوات أو بفعل الاتصالات أو أن أنصار التيار الصدري بالفعل قد تفاعلوا مع الإضراب الذي أعلن عنه لزعيم التيار سيد مقتدى الصدر عموما هناك انتشار كان لعناصر سراي السلام في عدد من أحياء العاصمة العراقية بغداد في شرقها تحديدا في الشعب وكذلك في مدينة الصدر في شرق العاصمة ليس أكيدا أن هذا الهدوء سببه أن الأمن قد بسط السيطرة بشكل تام على الوضع لكن واضح أن قيادة العمليات المشتركة قد استنفرت كل الصنوف العسكرية والأمنية العراقية لفرض الأمن في المنطقة الخضراء وفي عموم العاصمة العراقية بغداد طبعا على إثر هذه التطورات وحضر التجوال المفروض في كل مدن العراق أعلن الرئيس الوزراء عطلة رسمية لكل دوائر الدولة العراقية وهي أبسط هذا أطلاق النار الآن نعم مستمر أطلاق النار كما ذكرت نعم كما ذكرت في محيط وزارة الخارجية العراقية نعم في محيط وزارة الخارجية هناك انتشار طبعا بالمناسبة يشتد الآن نعم أطلاق النار هذا نعم ويبدو أنه يصل لمسافات بعيدة تعزيزات وستدعاء قوات وبالتالي هناك تداخل حتى في المشهد بين الصلاحيات الأمنية والعسكرية الاعتبار أن الوضع طارق نعم نعم إذا كنا نشاهد بعض الطلقات النارية والقذائف كما ذكرت في محيط وزارة الخارجية العراقية قرب المنطقة الخضراء كما ذكرت عبد الله يبدو أنها هدأت يبدو أنه يعني قصف أو دعنا نقول تبادل اطلاق نار متقطع حتى اللحظة نعم هو اطلاق نار متقطع طبعا سقطت عدة قدائف مورتر في داخل المنطقة الخضراء نعم مجهولة المصدر الآن العراقي يؤكد أن هناك ملاحقة لأي مفارز نعم متورطة بهذه العمليات هناك في شرع فلسطين في شرق العاصم العراقي بغداد تعرضت عدد من المقرات أيضا لرشقات بالنار من قبل مسلحين ليس أكيدا إلى أين ستنتهي هذه المواجهة لكن واضح أن هدوءا الآن هو من يسيطر نعم في الفترة الماضية نعم في الفترة الماضية عبد الله كان هناك بعض الدعوات للنزول للشارع أو من هذا الطرف أو ذاك اليوم هل يمكن أن نقول بأنه لا يوجد أي دعوات صريحة للنزول إلى الشارع هل الخطوط أيضا مقطوعة مع الصدر سياسيا حتى هذه اللحظة لم يتأكد أن هناك اتصالات أجريت مع الصدر بعد هذا التطور أو بعد إعلانه الاعتزال النهائي لم يتأكد أن هناك اتصالات أجريت لكن واضح أن هناك محاولات للتواصل معه تجريها قوى فاعلة ومؤثرة لم يكن من داخل إطار التنسيقي فقد تكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره حليف سياسي ولديه تواصل على مستوى عالي مع التيار الصدري ووجه طبعا رئيس الحزب مسعود برزاني ورئيس الإقليم من جيرفان برزاني وهما يتمتعان بعلاقات مؤثرة وقوية بزعيم التيار الصدري أيضا لم يتأكد حتى الآن إن كانت قد أجريت اتصالات لكن واضح جدا أن هناك تحميل الحكومة يعني الحكومة تتحمل مسؤوليتها كما هي وجهة نظر قوى الإطار التنسيقي وبقية القوى العراقية في تحالف السيادة وفي غيرها لضرورة نعم هو اطلاق نار نعم من أي جهة عبدالله؟ بالتالي يبدو أنه غير واضح في الصورة نعم هناك إجماع نعم تفضل تفضل نعم نعم وبالتالي واضح أن القيادة العامة القوات المسلحة تحاول أيهم أن تسيطر على المشهد في داخل المنطقة الخضراء هناك مواقف للسفارة الأمريكية والسفارة البريطانية هناك مواقف لبعثة الأمم المتحدة موقفان تكررها سواء عبر ممثلتها في العراق أو عبر الناطق باسم الأمين العام حول التطورات الأخيرة هناك مواقف لعدة فعاليات سياسية ومؤثرة وفاعلة في المشهد الكل يدعو إلى التهديئة طبعا والكل يدعو للركون إلى الحوار والانسحاب من مؤسسات الدولة نعم طبعا لم يتأكد أن هناك إخلاء بالفعل قد تم لكن هدوء كبير تعيشه الآن المنطقة الخضراء بعدها اشتباكات ابتدت لساعات أنا أشكرك مدير مكتب الميدين عبدالله بدران طبعا في حالة جديدة سنكون معك من العاصمة العراقية بغداد وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد شدد على منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف وفي بيان أكد الكاظمي أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين وأن أي مخالفة في هذا الصدد ستكون أمام المسائلة القانونية داعيا إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وحذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من الفوضى وإراقة دماء العراقيين عبر استخدام السلاح من أي طرف وفي بيان نبه إلى أن ما آل إليه الوضع ينذر بخطورة كبيرة مؤكدا أنه لا يمكن ترك الأزمة تتصاعد من دون تدخل من العقلاء والمؤثرين من زعامات سياسية ودينية واجتماعية وعشائرية تدفع باتجاه التهديئة وضبط النفس ودع الحلبوسي جميع الأطراف إلى إطفاء نار الفتنة والتواصل إلى تفاهمات لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره أمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يتجاوز العراقيون أزمتهم السياسية عبر الحوار بما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء في العراق وخلال اتصال نجره بنظره العراقي برهم صالح قال السيسي أن القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق مشددا على دعم بلاده لأمن الشعب العراقي واستقراره وسلامته بدوره صالح شرائل الجهود القائمة لدعم مسار الحوار والطلاق وأكد الإطار التنسيقي أنه لا يمكن الوقوف على الحياد حينما تتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء مشددا على وجوب تحمل المؤسسات الأمنية مسؤولية حماية تلك المؤسسات وفي بيان دعا الإطار قادة التيار الصدري وجماهيره إلى العودة إلى طاولة الحوار إلى الوصول إلى تفاهمات مشتركة مشددا على ضرورة تدخل لجميع الفعاليات الدينية والسياسية والاجتماعية من أجل درء الفتنة وتغليب لغة العقل والحوار ولفت الإطار إلى وجوب الإسراع في وضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون للوصول إلى نتائج لإيقاف معاناة الناس أكد تحالف السيادة في العراق حرصه على السلم المجتمعي والوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب وقواه الفاعلة وفي بيان دعا تحالف السيادة إلى التهدئة وتحكيم لغة العقل مبديا استعداده لدعم حوار حقيقي يؤسس لمرحلة جديدة تعيد للعراق مكانته أعتبرت الأمان العام للأمم المتحدة أن ما يجري في العراق تصعيد خطير وطلبت من المتظاهرين إخلاء المنطقة الخضراء والمراكز الحكومية أعتقد أن العنف الجاري اليوم في العراق يمثل تصعيدا خطيرا وبعثة الأمم المتحدة طلبت من المتظاهرين إخلاء المنطقة الخضراء في بغداد وكل المباني التي سيطروا عليها وسماح باستمرار عمل الحكومة والممثلة الشخصية للأمين العام موجودة في بغداد وتواصل عملها واتصالاتها أكد رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض أن قوات الحجد الشعبي وجهت ضربة قوية لمجموعة من إرهابي داعش في الموصل ودع في خطاب له إلى عدم القفز فوق العملية الديمقراطية في العراق ما هو مؤسف في هذه الأحداث وما هو لا يعبر عن مدرج وطني وسياسي يحترم ثوابت العملية السياسية وإنما يتأثرف بطريقة غير مسؤولة نحن في هيئة الحجد الشعبي سنبقى معاهدين أبناء شعبنا البطل على أن نكون خارج الاضطفافات السياسية لكن نكرر ونؤكد ثوابتنا في حماية العملية السياسية ومن مدينة الموصل ونحن نتكلم عن عملية بطولية لأبناء الحجد الشعبي في توجيه أكبر ضربة إلى داعش الأرهابية وناشد كد الأطراف أن تتسرف مسؤولية عالية تجاه هذا الوطن وأمنه واستقراره وأن نحتكم إلى الدشتور وإلى القوانين دعت هيئة الأعلام والاتصالات العراقية وسائل الأعلام كافة إلى تجنب بث الأخبار الكاذبة والشائعات وتوخي الدقة وعدم اتخاذ مواقف متحيزة تتعارض مع قواعد البث الأعلامي وفي بيان أكدت الهيئة ضرورة الابتعاد عن بث مواد تنطوي على التحريد على العنف والكراهية مشددة على وجوب عدم الانجرار خلف الخطابات التي تصم في تصعيد الموقف بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظير العراقي فؤاد حسين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وأكد عبداللهيان همية الاستقرار والسلام والحفاظ على الوحدة الوطنية في العراق من جهته عبر حسين عن تقديره لوجهة النظر المسؤولة لإيران بشان التطورات في العراق وأكد أن أمن إيران والعراق متشابك وبغداد لن تسمح بتهديد إيران عبر أراضيها أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال كلمة ألقاها لمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة أن بلاده تجري مفاوضات للإفراج عن الأرصيدة المجمدة وشدد على أن أجراءات الحظر الأمريكية ظالمة ويجب وقفها سريعا نجري مفاوضات للحصول على أرصيدتنا المصرفية المجمدة في الخارج ورغم إجراءات الحظر الأمريكية الظالمة فقد ارتفع مستوى التبادل التجاري مع الدول الصديقة أربعة أضعاف على الأقل وتمكننا خلال عام واحد من توفير نحو تسعمائة وسبعين ألف وظيفة كما قمنا بجذب استثمارات أجنبية تقدر بخمسة مليارات دولار رغم الحظر المفروض علينا لذا سيلمس الإيرانيون قريبا تحسنا في الأوضاع المعيشية رئيسي شدد على ضرورة إلغاء العقوبات والحصول على ضمانات مؤثرة وموثوقة لذلك لم نترك طاولة المحادثات من أجل رفع العقوبات الظالمة ويجب أن تلغى من لم يلتزم بتعهداته في الاتفاق عليه أن يعود ويلتزم ما نريده من المحادثات هو رفع العقوبات المحادثات اليوم تأتي في إطار تحقيق مصالح الشعب الإيراني لرفع العقوبات بنحو مستدام والتحقق من ذلك والحصول على ضمانات مؤثرة وموثوقة يجب أن تحل جميع المسائل المتعلقة بالضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كركن أساسي في المحادثات وفيما يترسخ الاقتناع بأن إسرائيل قد خسرت معركتها في مواجهة الاتفاق النووي مع إيران انفتح الباب واسعا أمام حملة تبادل اتهامات بشأن المسؤوليات في منع اتفاق تجمع الأوساط الإسرائيل مع اختلافاتها على أنه غير جيد لإسرائيل منال إسماعيل بشائر الاتفاق النووي المتبلوري بين إيران والدول الكبرى رفعت منسوب التوتر الداخلي في إسرائيل وفتحت الباب أمام حملة تبادل اتهامات بشأن المسؤوليات ولسيما بعد فشلها في عرقلة مسار المفاوضات أو حتى في إدخال تعديلات تذكر على بنوده المتبلورة ليس واضحان إذا ما كان الأمر يتعلق بمعركة مقابل إيران أم بمعركة بين القوى السياسية عندنا انظر لابيد ونتنياهو على حد سوى الطرفان خرجا إلى معركة حول من هو الأكثر خبرة بشؤون الولايات المتحدة وبشؤون إيران كل واحد منهما يقول إنه الأقوى وإنه المنتصر في هذه القصة مئة في المئة ومع تنام الإقرار بفشل الاستراتيجية الإسرائيلية في منع كارثة استراتيجية سيجلبها الاتفاق النووي بحسب تعبير رئيس الموساد دافيد بارنيع انتقل السجال والتراشق إلى داخل المؤسسة الواحدة بعد الحديث عن تباين وخلافات فرؤى والتطلعات بين المؤسستين السياسية والأمنية العسكرية وبعد توبيخ رئيس الحكومة يائر لابيد لرئيس الموساد بسبب ما عد نبرة عالية اتجاه الأمريكيين تبادل لابيد ورئيس الحكومة السابق بن يامين نتنياهو الاتهامات بالفشل في منع الاتفاق النووي وبتخريب العلاقة مع الأمريكيين على أن التوتر الداخلية لم يقتصر على الحكومة والمعارضة بل ترك بصمته على العلاقة داخل الحكومة بين رئيسي الحكومة الأصيل لابيد والبديل نفتلي بنت لابيد لم يدعو رئيس الحكومة البديل بنت إلى النقاشات المعنقة التي جرت في الموضوع الإيراني وبالتأكيد ليس في الفترة الأخيرة حيث أصبح واضحا لإسرائيل أن الجانبين على وشك التوقيع وذلك بالرغم من أن بنت هو الممسك حاليا بملفي إيران وفيما يظهر شبه إجماع على أن إسرائيل خسرت معركتها في مواجهة الاتفاق النووي ولم يعد لها من أمل سوى الرهان على معارضة الحزب الجمهوري الأمريكي يطول جلوس يائير لابيد قرب سماعة الهاتف بانتظار إجراء مكالمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتعامل معه بحسب الإعلام الإسرائيلي بازدراء كبير فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد في فلسطين المحتلة أعلن مكتب أعلام الأسرة فشل جلسة الحوار مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجن هاداريم وفي بيان أوضح المكتب أن الأسرة قرروا إغلاق جميع الأقسام داخل السجن اليوم الثلاثاء والاستعداد لإضراب مفتوحا عن الطعام يشارك فيه أكثر من ألف أسير يوم الخميس المقبل الأسير خليل عواود وجه مناشدة إلى أحرار العالم للتدخل لإنقاذ حياته من داخل المستشفى الذي يحتجزه فيه الاحتلال بعد ستة أشهر من الإضراب المتواصل عن الطعام يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتالك الذي لم يبق منه إلا العظم والجد لا يعكس ضعف وعري الشعب الفلسطيني إنما يعكس وهو مرآه لوجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنه دولة ديمقراطية في حين أنه يوجد أسير بلا أي تهمة وقف ضد الاعتقال الإداري ضد الاعتقال الهمجي ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداري لا للاعتقال الإداري لحن شعب قضيتنا عادلة وستفقى عادلة وسنفقى نقف ضد الاعتقال الإداري وضد ظلم الاعتقال الإداري حتى لو ذاب اللحم حتى لو ذاب الجد حتى لو تلاش العرض حتى لو ذهب الجد كونوا على ثقة كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عاليا بوركتم والسلام عليكم جمعية واعد للأسرى المحررين أكدت أن مطالبة الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل لقضية الأسير عواودة والمطالبة بالإفراج عنه خطوة إيجابية يبنى عليها وقالت أن المطلوب ممارسة ضغط قوي وفاعل للإفراج الفوري عن الأسير عواودة وأنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعصفي بحقه وأكدت أن التحرك الدولي للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى لم يرتقي بعد إلى مستوى الجرائم المرتكبة من قبله وأملة يتم تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية وخروج السلطة الفلسطينية عن الخطاب الخجول تجاه هذه القضية تصعيد غير مسبوق في ساحات الأقصى وسياسة انتهاك جديدة تمارس بحق المقدسات من تدنيس واختحامات عبر باب الأصباط للمرة الأولى منذ عام 67 فاطمة قاسم يوم الأحد الثامن والعشرين من آب أغسطس عام 2022 يوم تاريخي لكونه شهد اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى من باب الأصباط للمرة الأولى منذ احتلال شرقي مدينة القدس قبل خمسة وخمسين عاماً بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خط الاقتحام بدأته مجموعة من المستوطنين عندما خرجت من باب الأصباط بعد اقتحام ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة قبل أن تعاود اقتحام ساحات المسجد من باب الأصباط مرة أخرى والخروج من باب السلسلة الأمر الذي قامت به شرطة الاحتلال وهذا يعتبر كثر الاستاتيكو المتعارف عليه منذ عام 1967 فلذلك ننظر بعين الفطورة ويجب متابعة في هذا الأمر مع المسؤولين سواء في شرطة الاحتلال أو على المستوى الأردني فصائل المقاومة حذرت الاحتلال من مغبة الاستمرار في استرداز مشاعر الشعب الفلسطيني واعتبرت أنه عدوان ممنهج يفرد على الجميع تحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى التصدي لمخططات الاحتلال بكل الأشكال وخاصة بتصعيد المقاومة والعمليات البطولية بمختلف أشكالها في ساحات وميادين الضفة والقدس تحذيرات فصائل المقاومة تأتي في ظل تخوف من أن تؤسس خطوة الاحتلال لفرض بوابات إلكترونية ومسارات عبور حديدية وجسور علوية وتعزيز لسيطرة الاحتلال على البلدة القديمة والأقصى وتحويل الأصباط لنقطة تجمع للمستوطنين وأن تساهم في حملات تهويد القدس والمسجد الأقصى ويأتي هذا الاستفزاز على غرار كل الاقتحامات والتجاوزات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال فسلطات الاحتلال تسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال مدينة القدس وتنفذ الاقتحامات من خلاله ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى في اليوم الوطني لاسترداد الجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي عوائل الشهداء تطالب العالم بالضغط على إسرائيل لاسترداد الجثامين أبنائهم أحمد غانم جرح عائلة الأغوان باستشهاد نجلها لؤي لم يشف بعد فلا تزال إسرائيل تحتجز جثمانه منذ 15 عاما في مقابر الأرقام متجاهلة كل مطالب العائلة بالإفراج عنه وترتيب وداع لا يقن له القاهر الكبير فينا أنا كلما بذكر ابني ترى تلقائيا تلقائيا أنا بتحمل إيش حالي لما لك شاب عمره 20 سنة انت تشهد ما شفتوش مودعتوش كل يوم بعبر بحس بنار في قلبه لأنه ابني بعيد ما دفنتوش ما شفتوش ما ودعتوش زاهل بودع أولادهم كل ما بشوف شهيد أنا بصير بأنجن بودع أولادهم بروحوا على المقابر تانيهم بروحوا بزقوا قبر الشهيد بعملوا احنا ما شفناهم مش بالمرة بالمرة أكثر من 350 شهيدا تحتجز إسرائيل جثمينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام في خطوة تجسد بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثمين الشهداء عنصرية إسرائيل وتستهدف معاقبة ذوي الشهداء ومضاعفة معاناتهم احتجاز جثمين الشهداء يعتبر وصمت عار على جبين هذا الكيان وكذلك وصمت عار على جبين الإنسانية الصامتة إزاء هذه الجريمة التي فقط ترتكب من قبل آخر احتلال في هذا العالم لذلك المطلوب هو وقفة جادة من قبل مؤسسات المجتمع الدولي تجاه هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية وتستخدم إسرائيل ملف احتجاز جثمين الشهداء ووسيلة ضغط على الفلسطينيين لوقف نضالهم ضد الاحتلال سياسة أثبتت فشلها مرارا وتكرارا رفع ملف جثمين الشهداء المحتجزات لدى الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة المسؤولين عنه ومحاسبتهم خطوة تؤكد عائلات الشهداء أهميتها في ظل التعنت الإسرائيلي والمماطلة في إنهاء هذا الملف أحمد غانم غزة الميادين أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن انتشار القوات الأمريكية على الأراضي السورية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية وردا على التبريرات التي قدمها نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للعدوان الأخير في شمال شرق سوريا طالب صباغ الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية التي تنهب الثروات السورية بدفع تعويضات فإن تواجدها اللاشرعي يمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تشدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها إن تذرع ممثل قوات الاحتلال الأمريكي بأحكام المادة 51 من الميثاق وما أسماه حق الدفاع عن النفس يمثل تضليلا قانونيا ووقاحة سياسية أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا أوامر بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواف فتح باشاغة وعلى آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة لجوالي هذا فيما يسود الهدوء الحذر العاصمة الليبية بعد الشباكات وقعت بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة والكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري في منطقة عينزارة في ضواحي العاصمة رابلس أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون رغبة البعض في عدم إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة قبل انتهاء ولايته الرئاسية وخلال لقاء مع وفد نقابي عالمي اشدد عون على سعيه لتشكيل حكومة قبل مغادرته قصر بعبده ونبه من خطورة السلوك المزدوج الذي يتعامل فيه البعض مع الملف الحكومي وحول ملف النازحين السوريين أعلن عون أن لبنان سيتقدم بشكاوة لدعم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم حذر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد وأكد أن بلدا من دون حكومة لا يمكن أن يستقر المطلوب منها أن نعي خطورة اللحظة التي نحن بصدد التصدي لها أن نتماسك داخليا أن ننظم صفوفنا أن نحرص على وحدتنا أن لا تأخذنا أمواج التفرقة بلد بدون حكومة لا يمكن أن يستقر وضعه والدلع الذي نعايشه في طريق التشكيل الحكومة لا محل له الآن إلى اليمن حيث حذرت القوات المسلحة لاحتلال الإسرائيلي مما غبت ارتكاب أي حماقة في البلاد وفي تغريدتين للمتحدث باسمها العميد يحيى سريع نشر فيهما ما جاء في افتتاحية صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر وأكد الجائزية لأي خيارات تحددها القيادة في أي لحظة وشدد على ضرورة أن يأخذ العدو الإسرائيلي التحذير على محمل الجد وشدد تأكيد أن اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تزديد الضربات القاسية والمؤلمة ردا على أي عدوان محتمل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطريقة نحو عالم متعدد الأقطاب سيتصدر أجندة أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا هذا العام مشيرا إلى أن النظام الوحدي القطبي في العالم يجري استبداله بنظام جديد قائم على العدالة والمساواة وأضاف بوتين في كلمة وجهة للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيُعقد في مدينة فلادي فوستوك الشهر المقبل أن المنتدى يتمتع بمكانة دولية عالية ويسهم في بناء العلاقات التجارية بين روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشدد الرئيس الروسي على أنه يجري إنشاء مراكز سياسية واقتصادية قوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها ستطلق مناورات فوستوك 2022 البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية الخميسة المقبل وفي بيان لها قالت الوزارة أن التدريبات ستجري بين الأول والسابع من الشهر المقبل يشارك فيها أكثر من خمسين ألف جندي في سبعة ميادين للدفاع الجوي وكذلك في المياه والمناطق الساحلية في أقصى شرقي روسيا وأشارت إلى أن هدف المناورات هو صد أي اعتداء على شرق البلاد قال مصدر عسكري روسي أنه تم تصفية كادر السلاح الجوي الأوكراني وأضاف أن القوات الجوية والدفاع الجوي روسي تمكن عمليا من تصفية الكادر المؤهل في سلاح الجو الأوكراني بشكل فعلي هذا وعلنت يزارة الدفاع الروسية استداف مراكز قيادة أوكرانية ونقاط ومنشآت أخرى الدربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية أصابت ثلاثة مراكز قيادة للجيش الأوكراني إضافة إلى 42 مربضا تابعا لوحدة المدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 139 منطقة كما تم تدمير منشآة لتخزيط النفط كانت تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية في دوباس بالوقود كما دمرت ثمانية مستودعات أسلحة وذخائر للصواريخ المدفعية في مناطق متفرقة أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تعتبر أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زاباروجيا ضرورية مبديا ساداد موسكو لضمان أمن البعثة وفي تصريحات صحفية أوضح بيسكوف أنه لا يوجد أي حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيا مشددا على أن جميع الدول ملزمة بالضغط على كييف حتى تتوقف عن قصف المحطة الذي يعرض أوروبا بأكمالها للخطر تذكير بالعنوين دعوات في العراق إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن السلاح والعنف للخروج من الأزمة وتحذيرات من مخاطر كبيرة كونوا على ثقة أننا أصعب حق وأن قضية عادلة الأسير عواودي يؤكد أنه سيقف ضد الاعتقال الإداري حتى لو ذهبت الروح والأسرة يقررون أغلاق الجميع الأقسام اليوم والاضراب عن الطعام بعد فشل الحوار مع إدارة السجون الادعاء العسكري في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة يصدر أمرا بالقبض على باشاغة على خلفية أحداث طرابلس الأخيرة بوتين يطلق جدول أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا ويجدد التأكيد أن النظام العالمي الوحادي القطب سيستبدل باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية الميدين دوت نت موقعا على الإنترنت موجزا إخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة